السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن الزلزال المهول الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا ونستحضر في هذا المقام قول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أششاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في بداية هذا الأسبوع لا شك أنه يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة إنه من أكبر الزلازل على الإطلاق التي وقعت في هذا القرن وأكثرها كارثية لأنه حدث على عمق قريب من سطح القشرى الأرضية وبالقرب من المناطق السكنية الآهلة بالسكان وأدى إلى مقتل آلاف من الأشخاص كبار والصغار ذكورا وإلات وعدد الضحايا لا زال مرشحا للارتفاع وخلف ضمارا مروعا وأحدث خسائر فادحة وقدرت ذلك تكلفتها بالمليارات المتدررين كتر ربما قد يسرون بالملايين المتدررين والقتل بالآلاف والعياد بالله منذ أن وقع في هذا الزلزال كما يقال أوروبا ضارة نافعة بدأنا نسمع إلى أصحاب الأصوات الإنسانية في المجتمع الدولي بدأت ترفع أصواتها للتدخل السريع لذا استغاثة للدول الكبرى والدول العربية الغنية أول حاجة لابد أن نعمل لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة هذه التداعيات لأن الأشقاء السوريين في وضعية خطرة للغاية وأول من يجب أن يتدخل هي الجامعة العربية عليها أن تعقد اجتماعا طريئا للوقوف كرجل واحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكذلك على الدول الغنية الكبرى عليها أن تتدخل لأن سوريا على وجه الخصوص بعد سداوات الحرب والحصار تعاني الأمرين وكذلك تركيا رغم أنها دولة كبيرة ودولة غنية ودولة محصدة ولكن ما رأيناه من الكارثة ومن ضمار ومن خراب شيء كبير للغاية الناس محتاجين إلى أن نمدهم بالأطعمة والأشربة وبالخيام والأغطية لمواجهة البرد ومن الحركات الكهربائية والأدوية وغيرها من الأشياء لا بد أن تتم بأقصى سرعة لإنقاذ الأرواح لأن ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى سبحان الله هذه الوسائط وسائط التواصل الاجتماعي فيها خير كثير استطاعت من خلال نداءات الاستغاثة وترويج هذه المعطيات جعلت القادة قالت العالم يبادرون قليم المساعدات لهذين البلدين الشقيقين لمواجهة تبعات هذا الزلزال فرأينا دول عربية شقيقة كثيرة ودول غربية في أوروبا وفي أمريكا الكل بادرة بتقديم المساعدات والخير فيما تقدم في أول مرة أول مبادرة كانت تنشيد قطر والكويت لجسرين جويين يضبالان فرق إلقاد وطواقم طبية ومساعدات إغاثية وخيما ومستلزمات وكذلك الأردن وغيرها من الدول العربية باغتت وصارعت في المساعدة من الإغاثة الملكوبين ولحظنا أيها الأحب الكرام أنه العالم بسبب الحرب التي كانت بين روسيا وأوكرانيا استطاع العالم أن ينسى ولو هذا الأسبوع ينسى محن هذه الحرب وتوحد العالم توحد العالم من جديد توحد المعسكر الشرقي مع المعسكر الغربي توحدت الديانات كلها الإسلام واليهودية والنصرانية وحتى اللاديليين الكل توحد للانتصار للقيم الإنسانية لتقديم المساعدات والدعم لهؤلاء الضحايا ضحايا هذه الحرب وكل قالت الدول قدموا قدموا التعازي وصادق الموساة لأسر الضحايا وتمنوا بالشفاء العاجل للمصابين والحمد لله مغربون العزيز كان صباقا فسلطاننا المحموب أمير المؤمنين جالد الملك محمد الثالث قدم التعازي في أول وهلة والمغاربة خصوصا المقيمين بتركيا قاموا بجمع التبرعات والمساعدات لتقديمها للضحايا وكانت هناك حركة إنسانية الحمد لله رب ضرة نافعة فهذا الحدث المؤلم والمفزع أنه استطاع أن يرأب الصدع بين الدول وأن تغلب لغة الحوار والتعاون والتضامن على صوت القنابل والصواريخ والقذائف المرعبة مدى عسنا أن نقول أيها الأحباب الكرام إلا أن نترحم على هؤلاء الموتى نرفع أكفة الدراعة إلى الله تعالى أن يرحم جميع هؤلاء الموتى الشهداء وأن يهود عن الأحياء وأن يعجل بشفاء المصابين والجرحة ونسأل سبحانه وتعالى أن يعين فرق الإنقاذ على إنقاذ منهم تحت الرماد وربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه وناظر كيف تصدعون نريد أيها الأحباب الكرام من خلال حلقة اليوم أن نتأمل في قضية الزلازل وقضية هذه التقلبات التي تشهدها أمنا الأرض سؤال كبير يطرح من حدة الفازعة فاجعة عظيمة نقول أمنا الأرض ماذا أصبها ماذا أصب أمنا الأرض هذه الأرض التي نعيش عليها هي من نعم الله الكبرى علينا الله سبحانه وتعالى خلقها من أجلنا ومكننا من خيراتها وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله تعالى جعل الأرض ذلولا مدلل لنا ومن رحمته أن أودع فيها كل ما نحتاجه للعيش على ظهرها ربنا ربنا بارك في هذه الأرض وقدر فيها أقوتها وسبحان الله وسبحان الله جعلها تابتة مستقرة لا تتحرك وأرساها بالجبال حتى نتبكّن من البداء عليها ونعيش على ظهرها في أمن وآباد ثم إذا قدر الله وموتنا ندفن في ماطنها فأمنا الأرض نعيش على ظهرها ونحن أحياء وحينما نموت ندفن في مطنها هكذا قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى في بعض الأحيان ربنا عز وجل يأتي ببعض الأمور الاستتلائية فهذه الأرض هي جند من جنود الله قد تتحرك وقد تميد وقد تحصل بعض الزلازل المدمرة كل هذا لماذا يقع؟ الجواب في القرآن العظيم أنه قد يقع لتخويف العباد أو لتأديم البعض لأن الزلزال لا نقول بأنه ظاهرة طبيعية كما نسمع في تعاليق الكثير من نشرات الأخبار وتعليقات في المحطات الإيدائية وقنوات التواصل الاجتماعي وطبعا ليس ظاهرة طبيعية مجرد ظاهرة طبيعية هو أيضا هو جند من جنود الله ربنا عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر العلم البيولوجي والعلم الأركيولوجي وغير من العلوم تقول بأن الزلازل تقع بسبب تشققات في القشرة الأرضية أو تحدث بسبب ارتفاعات وانخفاضات على سطح الأرض وتصير أمواج عالية تحت سطح الأرض كل هذا يؤدي إلى هذه الزلازل إما أمواج تحت سطح البحر وإما تشققات تحت سطح الأرض لكن الدين يقول كلام مكمل لهذا والدين ينفد إلى العمق لا ينظر فقط إلى الظاهرة من حيث ظاهرها الزلازل هي من الآيات العظيمة التي تأتي لتذكير الناس بخشية الله عز وجل أو لتحذيرهم من العقاب فربنا عز وجل يخاطب عباده فيقول آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي ثمور وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسانا بياتا وهم نائمون هذا ما وقع لهؤلاء الضحايا في تركيا وفي سوريا أنهم جاءهم الأمر الإلهي ليلا وهم نائمون كل هذا هو من قدر الله ومن تدبير الله هذا ليس من باب الصدفة لأن الطبيعة هي مجرد مخلوق وليست هي غاية فكل ما يقع في الوجود هو من تدبير رب الوجود الله تعالى قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم مأسى بعض فلما قال عذابا من تحت أرجلكم هذا يسمى الرجفة والخصف والزلازل لأن الله عز وجل لما يأدى للأرض أن تتحرك ففي بضع ثوان أو دقائق ينتج دمار عظيم وهلاك فاجع قد يروح ضحية آلاف ضحايا كما رأينا فهذا كله لا يسعد إلا أن نكثر من الاستغفار لما نرى هذا المشهد العلماء علماء الأمة الإسلامية يقولون هذا وقت الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا لأن ما يقع هو نوع من التخويف للعباد وتذكير لهم لأن الآيات كلها هي تخويف كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفة هي تدل على عظمة الله الجبار لأنه في تواني معدودات تهلك مئات الألوف من الناس ويقع عشرة الآلاف من القتلى والمبقودين وملايين المشردين ومليارات الخسائر المادية في أقل من تواني هذا يدل على عظمة الله لهو الرحمن الرحيم وأيضا هو جبار عظيم سبحانه وتعالى نستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا الأصل لما نرى مثل هذه الأشياء المؤمنون معروفون بأنهم مرهفين الحس في مثل هذه الأحداث المخيفة والمهيبة أنهم يستغفرون ويذكرون الله تعالى رأينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام حملات للاستغفار عبر العالم الإسلامي الناس يتوصلون إليها كرسائل عبر الواتساب وعبر غيرها من الوسائل التواصل حملة للاستغفار وحملة للخشوع والتدرع إلى المولى عز وجل لأن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف عنه أنه كلما وقعت تغيرات في الكون في الطبيعة كان يتغير وجهه مثلا إذا هبت الرياح الشديدة عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وحينما كان ينعقد الغمام في السماء ويكون السحاب ركابا بعضه فوق بعض النبي الكريم كان يرى أنه يقبل ويدبر ويدخل بيته ويخرج والهم يعلم حياه فهذا سيد الخلق كان مرهف الحس وكان يتخوف من هذه الأمور المهيبة وهكذا ينبغي للمؤمنين عليهم لما يروا مثل هذه المشاهد يقدرون عظمة الله وجلال الله وأول ما نبدأ به هو الإكثار من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بأن العالم مقبل على زلازل وعلى فتن وعلى هرج ومرج كثير كلما تقدمت السنوات إلى الأمام كلما كترت مثل هذه الظواهر قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكتر الهرج وحتى يكتر فيكم الملف يفيد هذه من علامة الساعة قدمها النبي الكريم أن أول شيء يقبض العلم العلم الديني العلم الشرعي العلم القرآني والحديثي يقبض لا يكون إلا القل القليل وينتقد دائما هناك من يتوجه إليه بالنقد العلم الديني وهناك من يرغب في إزاحته من الساحة حتى يقبض العلم وتكتر الزلازل والعياد بالله زلازل خطيرة مدمرة ثم يتقارب الزمان ما مع أن يتقارب الزمان تقل البركة في الوقت الوقت ما بقي فيه ببركة بسرعة يمر وتظهر الفتن الفتن سياسي الفتن اقتصادية غلاء الأسعار التلاعب بمصالح الناس فتن كثيرة ويكتر الهرج الهرج مكان والعياد بالله ثم قال يكتر فيكم المال فيفيد يكتر فيكم المال فيفيد المال كثير موجود والناس يشتكون الفقر المال وافر الأبضاق ممتلئة عن آخرها صناديق الدولية كلها ممتلئة ولكن الناس كلهم يشكون الفقر والعياد بالله هذا من علامات الساعة ونرىها ربما في سابين هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع أن وقعت اهتزت الأرض وكان سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة اهتزت الأرض تحت أقدامه شعر سيدنا عمر بن الخطاب بأن الأرض تتحرك ولم يقل هي ظاهرة طبيعية وإنما قال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدث تموه والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا هذه في المدينة المنورة تصور المدينة المنورة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاة النبي الكريم بمضعة سنوات وقعت هذه الزلزلة وسيدنا عمر شعر بالخوف وقال السبب لم يقل ظاهرة طبيعية ولم يقل هناك تحركات أرضية وإنما قال هي عن شيء أحدث تموه يعني هناك أشياء ربما معاصي تقع بين الناس ولنا أن نتسأل هل المجتمع المدينة المنورة وتقع فيه المعاصي وهو مجتمع الفضيلة المجتمع المثالي الذي وضع أساسه وأقام الدعائمه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع يحتج بقوله وبفعله لأن أهله يتمسكون بالسنة كان الإمام ملك يقول عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة أصلا من أصول الاستنباط ومع ذلك سيدنا عمر شعر بالخوف وقال والذي نفسي بيده إن عانت هذه الزلزلة لا أساكنكم فيها أبدا الواجب أيها الأحب الكرام عند الزلازل وغيرها من الآيات الدالة على عظمة الله كالكسوف والخسوف والرياح الشديدة والتلوج والفيضانات أو الجفاف الشديد كل هذه الظواهر هي المفروض أننا ننتبه إلى عظمة الله وأن نبادر إلى التوبة إلى الله والضراعة إليه وسؤاله العافية والإكتار من ذكره واستغفاره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره لا ينبغي أن تفسر القضية على أنها مجرد ضواهر حواد الطبيعية وكفى ويبقى الناس على بعدهم وعلى غفلتهم وعلى قسوة قلوبهم لا يليق أن ترتجف البحار ولا ترتجف القلوب بدأ لنا أن نقول أيها الأحباب الكرام لما نسمع عن حدوث هزة أرضية في الحديث النبوي الشريف علمنا أن نذكر الله تعالى ونقول الدعاء التالي نقول اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغدي ونحن الفقراء نحن عبيدك من عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك لا ملجأ ولا ملجى منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا الزلازل اللهم ادفع عنا البركين اللهم ادفع عنا المحد وجميع الفتن ما ظهر منها ومبطن اللهم لا تؤمننا بكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسينا ذكرك يا رب العالمين لمثل هذه الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من العلماء والصلحاء كانوا يرددون كل ما رأوا ظواهر طبيعية إما زلازل أو براكين أو خسوف أو كسوف أو فياضانات أو علياح شديدة أو حتى جفاف ففي مثل هذه المناسبات أيضا من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أننا ينبغي أن نوسع على الفقراء وعلى المساكين أننا نتراحم فيما بيننا أننا نخرج الصدقات هذا موسم الصدقات لما يكن هذا الحدث هناك التوبة هناك التضرع هناك الخشوع هناك الاستغفار وهناك الصدق والتوسع على الفقراء والمساكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحموا الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم يد بلاد فأينا أحب الكرام هذه الزلازل وقعت أيضا في البلد الإسلامية كثيرة والذي وقعت في الأدية بلد إسلامية يعني في جنوب تركيا والشمال السورية هذه بلاد إسلامية عند تاريخ مجيد وقد وقعت أيضا في القديم في أهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وقع زلزال ضرب مجموعة من الأقطار والناس بدأوا يفزعون ويخافون كان هناك قتلى وكان هناك مفقودين ومشردين وخسائر كثيرة فماذا فعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاته وعماله في الأمصار والأقاليم قال لهم أن يبلغوا الرعية ما يفعلون قال لهم الرعية لمدة أن تبلغوها ما يفعلون لم يكن أددك تلفاز ولا إداعة ولا جرائب وإذا ما كان العمال والولاة ورجال السلطة يبلغون الرعية عن الخليفة ماذا قال؟ قال أما بعد فإذا هذا الرجف شيء يعاتم الله عز وجل به عباده وقد كتبت إلى سيد الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا للتدرع إلى الله أن يخرجون الناس يخرجون إلى مكان مثل مصلى العين مثل سطل الاستسقاء يخرجون في يوم كذا للتدرع إلى الله وقولوا كما قال آدم عليه السلام رَبَّنَا ضَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ قلوا مثل ما يقول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن كودنا من الخاسرين وقولوا كما قال نوح وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم قال سيدنا عمر بن عبد العزيز فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذه نموذج لخطاب وجهه الخليف الرشد عمر بن عبد العزيز للرعية لأبداء الشعب في العالم الإسلامي في ذلك الزمن في القرن الثاني للهجرة هذه الزلازل لها أثارها السيئة كما أيضا لها أثارها الإيجابية فأثارها السيئة أنها أدت إلى التخريب المباني والمواصلات والمنشآت وأدت إلى الكثير من القتلى والمفقودين والمشردين ولكن أيضا سبحان الله لها أثار إيجابية لأنها تساعد في الفلاق بذور النباتات وسرعة نموها وازدياد خضرة المراعيم لأنها بسببها تكتر وتولد غاز ثاني أكسيد الكربون وتلتشر السوائل المعدنية والكهربية في التربة فبعد كل فترة من الزلازل تلك المنطقة معروفة أنها تعود غنية من حيث الفلاحة بعد السنين وكأن خيرات الأرض التي في الأسفل تخرج لتتغدى عليها الأرض فكل ما يفعله ربك خير هناك أثار سلبية واضحة لكن أيضا هناك أثار إيجابية السؤال الذي يطلق عادة ما مصير هؤلاء الأموات الذين ماتوا في الزلزال كانوا في بيوتهم نائمين وكانوا يخططون للمستقبل وكانوا كلهم حيوية ونشاط وفي لحظة زهقت أرواحهم ما حكم هؤلاء الذين توفوا في هذا الزلزال ما حكم هؤلاء الأموات العلماء يقولون حكمهم أنهم من الشهداء أنهم شهداء عند الله لما أخبر به الصادق المصدوق سيد محمد صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهد في سبيل الله هذا حديث صحيح متفق عليه هؤلاء الشهداء خمسة كان هناك المطعون الذي مات بالطاعون بمرض خبيث بحل كورونا أو غيره أو السلطان المطعون والمبطون مات بمرض في مطنه والغريق مات غرقا وصاحب الهدم يعني سقط من مكان مرتفع والشهد في سبيل الله قالوا الذي هو الذي جاهد لإعلاي كلمة الله فالشهد عندنا هو صاحب الهدم هو من مات بالزلزال لكن ينبغي أيها الأحب الكرام أننا إذا نجونا من زلزال الدنيا برحمة الله وفضله فهناك تنبيه أنه ليس هناك أحد مننا بناج من زلزلة يوم القيامة وقد سبق أن قلنا في أول هذه الكلمة المتواضعة ذكرنا بصوت الزلزلة ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم سكارة ولكن عذاب الله شديد هذا الوصف هذا الوصف العظيم وينطبق على ما رأيناه في هذا المصاب الجلل الذي أصاب هذا الأسبوع تركيا وسوريا فعلا زلزلة شيء عظيم كما قال القرآن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت النساء المرضعة بدأنا يتركن أولادهن ويجرن في الشوارع وتضع كل دات حمل حملها أعدد كم من النساء الحوامل أسقطنا وأجهضنا من حدة هول الفاجعة وترى الناس سكارة وما هم بسكارة الناس في الشوارع يجرون لا يدرون إلى أين ينتجهون في أي مكان هناك الموت في أي مكان هناك لنا في الحديث أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة فأبدأ علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام علينا جميعا أننا نتصالح مع الله تعالى وأن نتوب إلى الله تعالى من الخطايا والمعاصي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا موتة مستورة وأن يختم باستعادة حياتنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شاذا لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله نسأل الله تعالى أن يحفظنا من موتة الفتن والكوالت والأهوال والحروب وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة اللهم يدافع يا مانع يا حفظ يا حكيم اللهم يا رب ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا رب واحفظنا من المحة نحني والفتن والكوالت اللهم ورزقنا الصبر عند المصائب وللتعض بها ونسأل الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته كل هؤلاء الموت والمفقودين اللهم يا رب إنهم عبادك منو عبيدك منو إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأنا محمد عبدك ورسولك اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم تقبلوا بعدك في الشهداء اللهم يا رب جميع هؤلاء الأبوات والمفقودين اللهم يا رب كلهم وليا ونصير اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان وإن لله وإن إليه راجعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين أحبابنا في الله سنفتح خطوطنا الهاتفية لأن هذا الموضوع هو مؤلم ودوسشون هناك مغاربة لنا أحباب كرام هم أيضا في تركيا وآخر الأخبار أن هناك مرأة مغربية هي من بين الأموات ولعل هناك أخبار أخرى نتمنى أن تكون فيها أخبار صار ربيئي لله والخبر الصار هو أن الحملة التي قام بها المغاربة المقيمين هناك في تركيا حملة كبيرة واسعة لجمع تبرعات ومساعدات لتقديمها لهؤلاء الضحايا ولعل عندكم أهل وأحباب يقيمون هناك والصفارة المغرمية في تركيا تقوم بمجهود كبير لتغطية الأحداث وتواصل مع العائلات فنسأل الله تعالى أن يعيد الجميع على فعل الخير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة